يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام على فلسطين وعلى أهلها وهي تتعرض لعدوان همجي وحشي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ودخل شهره السابع دون بصيص ضوء أو أمل حول اقتراب لوقف إطلاق النار وستطاع الفلسطينيون في غزة ورفح وبمخيمات لجوء التحايل على ظروفهم والاحتفال بعيد الفطر المبارك رغم الضرف الصعب الذي يعيشونه ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا هذا هو شعار كل فلسطيني صاغت له يد الإله قدرة استثنائية على التعايش مع الألم واستنساخ السعادة بأقل القليل شعب يحب الحياة حبه للموت في سبيل بلاده يمر عليه العيد فيحتفل في بيته كان أو في خيمة ومع أسرته كان أو مع ذكراهم بعدما صاروا شهدا وها هو عيد الفطر يأتي على أهل غزة وقد تبدلت أحوالهم إلا أن هذا لم ينل من يقينهم بأن النصر آتم بإذن الله ثم بعزيمتهم التي تمثلت في فرحتهم بالعيد وفي إقامتهم لشعائر الدين بالصوم والصلاة بين الركام والأنقاض تراست البضائع القليلة ونزل أهل غزة للتسوق والاستمتاع ببهجة العيد رغم أن في العدوان والاحتلال كعك وفطائر وروائح خبيز اشتاق لها الأطفال أو ما تبقى من أطفال وضعت على طاولات وسط البيوت التي تهدمت في مشهد غير مسبوق لا يمكن أن نراه إلا في غزة الصامدة نساء غزة وبناتهم قامت بخبز الكعك والحلوى الغزاوية في خيام الإواء بكل رضاء وتسليم ليؤكدن في طريقتهن الفريدة أن المرأة الفلسطينية تخترها في تعاطيها للحزن وفي صبرها على المكاره الفلسطينيون في عيدنا هذا هم حالة إنسانية ينبغي أن تدرس في كيفية المقاومة والإصرار على نيل حقهم العادل في السعادة فهاهم أطفال غزة يشترون الألعاب البسيطة والحلوى يعشقون طفولتهم رغم أنهم بالحرب صاروا كبارا يتكلمون بحكمة لا تليق بطفولتهم الغضة تهدمت مدارسهم ولم يعد باستطاعتهم أن يدرسوا فاضطروا للعمل تحت أي ظرف للحصول على مبالغ زهيدة تعينهم على قصوة واقعهم هاهم الشباب والأطفال يذهبون للحلاق الذي وضع أدواته في بيت متهدم بعدما كانت له دكان مهيئة لاستقبال زبائنه لم يوقفه الموت أو الدمار عن ممارسة عمله عيد مهيب ليس عيدا للفطر فحسب بل عيدا للحياة وللإيمان وللتمسك بالأوطان عيدا يحتفل فيه أهل غزة ببقائهم على قيد الحياة وعلى قيد الأمل ولا عجب فهم الشعب وأصحاب الأرض